هي نجمة من النجوم النادي الأهلي وواحد من اللعيبة اللي أنا شخصين كنت بحبهم جداً في المعرفة وما زلت طبعهم بحبهم كابتن بدر راجب معنا من الإمارات سأخيري كابتن بدر وكل سنة وانت طيب أستاذ أحمد كل سنة وانت طيب يا حبيبي وممس على كابتن أشرف منضوح بقوله كل سنة وانت طيب ولمدان كريم عليكم وعلى اللومة العربية كلها كابتن بدر وحشنا جداً جداً كل سنة وانت طيب وكابتن بدر يعني واحد من الناس اللي بجد والله الواحد كان بيستمتع بأداءهم في الملعب وانا طبعاً تشرفت ان زميلته يعني يعني تخيل انت مهاجم بتستمتع وبتتفرج على أداء لعب زي كابتن بدر راجب كل سنة طيب يا كابتن وعايزيني نشوفك قريب إن شاء الله كابتن يا رب إن شاء الله يجمعنا على خير إن شاء الله مش ناوي تيجي مصر قريب يا كابتن بدر إن شاء الله بأمر الله بشعر ستة إن شاء الله نزل مصر طبعاً أكيد مفتقد رمضان في مصر يعني مع كامل التقدير والاحترام للإمارات شعب الإمارات الشخيق لك برضو رمضان في مصر غير مصر كل حاجة اللي هي طعمة تانية يا أفضل أحمد ورمضان في مصر غير كل بلدان العالم الشرط هنا بس غير كل بلدان العالم رمضان في مصر غير يعني أجواء وعيشة وحياة وروح وكل حاجة كوائصة في مصر في رمضان وفي غير رمضان كمان بس رمضان طبعاً شهري كريم وإحنا بنحب رمضان وإحنا كمصرين بنستمتع برمضان في مصر أنا مفتقد إن أنا الإستمتع ده مش موجود لكن إن شاء الله ننزل مصر ونستمتع بيها إن شاء الله بس وعد إن شاء الله أول ما تنزل مصر رازم تشرفنا هنا في قناة الأهلي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أكيد ده بيتي إن شاء الله بإذن الله ده بيتي يا أستاذ طبعاً يعني ليه شرف إن أنا أبقى موجود معكم شرفنا دايماً شرفنا كابتن بدري خليني أسمع رأيك عن مواجهة الجمعة المقبلة وأخذ رأيك في مطش في مطش اللي فايت برضو لأنه فرقة الرجاء من الفرقة اللي إحنا قابلناها في مناسبتين مختلفتين بس الاتنين قريبين شفنا الفرقة عرفنا مصادر خطورتها عرفنا نقاط ضعفها شفنا الفوارق اللي ممكن تكون موجودة بين الأهلي وبين الرجاء انطباعتك عن مباراة الجمعة اللي جاية وإزاي شفت مطش السبت الموجهة للزهاب في القاهرة إحنا أضعنا فوز كبير في مباراة القاهرة أضعنا فوز كبير جداً وسهل جداً الأهلي تحكم في المباراة وسيطر عليها من بدايتها لوقت نهايتها الهدف اللي دخل فينا أبسل علينا فرحتنا لأننا كنا ممكن نفس المباراة من أربعة إلى خمسة الأهلي قد أدى أحسن مباراة استنادي ليه في البطولة الأفريقية وتسايد المباراة وكان هو الأخطر طول المباراة اللهم إلا بس الغلطة بتاعت الجهود اللي دخلت فينا لكن أنا عندي سكة بيرة جداً في النادي الأهلي وفي العبطة النادي الأهلي في الجهاز الفني اللي موجود لكن خلينا أقول لك أن المباراة تبقى صعبة جداً عصابية جداً بسبب الجمهور المغربي وهما حمسين جداً وعندهم شغف وحب الكرة كبير جداً وحب الفرقتهم لكن النادي الأهلي يمتلك براس كبيرة جداً في التعامل في البطولة الأفريقية المباراة تبقى صعبة على الفرقتين مش على النادي الأهلي بس على الرجاء كمان لأن على الرجاء أن يعي ويستوعب أن هو حيلاعب بطل أفريقيا وهيلاعب فرقة لها تقل في أفريقيا النادي الأهلي طول عمره بيظهر في الأزمات يعني عمرنا ملعبنا مباراة سهلة وطول عمره بيظهر تحت ضغط وأن الحمد لله بنعد الضغوط دي وبنعمل نتائج كويسة فأنا مش ألآن على النادي الأهلي قدمها الآن من الجماهير المغربية إيه الحاجات اللي ترغن عليها في مواجهة الجمعة اللي جاية يعني أنا كنت بتكلم في الأول أنه في كافة الأهلي فكرة أنك أنت بتلعب مباراة بأريحية أنت مش مطلوب منك قدمه هو مطلوب من الرجاء الرجاء مطلوب منه أنه هو يسجل الفوارق الفنية بانت في المواجهتين الأخيرتين سواء سوبر أفريقيا أو كورا يعني بتكلم على قدرات اللعيبة والناحية الجماعية فبالتالي إيه اللي أنت تراهن عليه في مطلوب جمعة كابتن بدر إحنا قدراتنا الفنية أعلى بكثير بصراحة يعني عشان أبقى حقاني يعني وده مش تحيوز للنادي الأهلي بقدم إحنا ظهرنا في المبارات الأخيرين معهم بالذات الفريق المغربي ما كانش يعني ندي للنادي الأهلي في المبارات طعب مصر وقبل كده برضو ما كانش يعني ندي للنادي الأهلي لكن المبارات دي أنا براهن على التوازن اللي حيبقى موجود اللي حيعمله ميزوماني عمين الدفاع والهجوم في النادي الأهلي حيلعب مبارات واتزنة مش حيبقى عنده صربعة إنما الفريق المغربي حيبقى عنده صربعة ففل إبن السرعة والصربعة فهما حيبقى عندهم صربعة لسبب الضغوط اللي حتبع عليهم الجماهير عشان هو عايز يسجل بدري عشان يضمن المطش ويسيطر عليه ما عنديش أي شك إن إحنا عندنا أبطال يداري شراف الكرة المصرية ويشرافه ندينا للنادي الأهلي فبالتالي المباراة مش سهلة زي ما في المغرب متوقعين النادي الأهلي خصم عليك جدا لأي فريق مش بأفريقيا بس في العالم وإحنا لعبنا قبل كده مع باري ابن ونخ وكنا ند وما كناش يعني الناس فكرت إن إحنا ضعاف وخسرنا نتيجة مش كبيرة يعني بالتالي النادي الأهلي إن شاء الله المباراة دي إن شاء الله يعد الدور دا ونوصل للبطولة الأفريقية المحببة لدى لعبة النادي الأهلي وجماهير إن شاء الله هذا مش حال آلان بصراحة إن شاء الله عندي سكرة سبيرة جدا في لعبتنا وفي جهازنا الفني وأعتقد إن كل مصر بما فيها جماهير حتساند النادي الأهلي وده الطبيعي إحنا كمصريين بنساند الممثل الوحيد في أفريقيا أوهو النادي الأهلي وإن شاء الله إحنا متعودين على إن النادي الأهلي بتشرفنا بكل المحافل وده مش جديد عنه إن شاء الله بإذن الله أشكرك شكرا جزيلا كابتن بدر برجا بنجمال نادي الأهلي طبعا وكل سنة ومتطيب مرة تانية